اسم الدرس أرسم متوازيات الأظلاع وأبنيها أستحضر أولاً مثلث ألف باء جيم متقايس الظلعين كمته الرئيسية ألف وقيس محيطه بسنتيمتر أربعة عشر وقيس باء جيم بسنتيمتر خمسة أبني المثلث ألف باء جيم الإجابة لبناء المثلث علينا معرفة قيس ظلعيه قيس كل من الظلعين المتقايسين أربعة عشر إلا خمسة على إثنان يساوي أربعة فاصل خمسة سنتيمتر باستعمال المسطرة والبركار نبني المثلث المطلوب أبني المثلث باء جيم دال المناظر للمثلث ألف باء جيم حسب المستقيم باء جيم ما نوع الرباعي ألف باء دال جيم؟ أعلي الإجابة الإجابة باستعمال البركار نرسم باء جيم دال المناظر لألف باء جيم لنتحصل على الشكل الآتي الرباعي ألف باء دال جيم معين لأن به أربعة أظلاع متقايسة ومتوازية مثنى زاويتان حادتان متقايستان ومتقابلتان زاويتان منفرجتان متقايستان ومتقابلتان أستكشف ثانيا طلب السيد عادل من معاونه رسم متوازيات الأظلاع التالية على لوحة خشبية ونشرها ليستعملها في تزويق باب أساعد المعين على إنجاز المطلوب مستعملاً المسطرة والبركار فقط الإجابة المربع المعين أتدرب ثالثا أبني معيناً قيس قطريه بالسنتيمتر ثلاثة وخمسة الإجابة رابعاً أبني مستطيلاً ألف باء جيم دال مركزه ميم حيث ميم جيم ميم باء يساوي ثلاثين درجة ألف جيم يساوي ستة سنتيمتر الإجابة أولاً أرسم ألف جيم يساوي ستة سنتيمتر وأعين عليه النقطة ميم بحيث ميم ألف يساوي ميم جيم مع العلم أن ألف جيم هو أحد قطري المستطيل ألف باء جيم دال ثانياً باستعمال المنقلة أرسم الزاوية ميم جيم ميم باء قيس فتحتها ثلاثين درجة رأسها ميم ثم باستعمال البركار نقوم برسم منصف هذه الزاوية والذي يمثل محور تناظر من بعد ذلك أقوم برسم النقطة باء صورة النقطة جيم والنقطة دال صورة النقطة ألف بالنسبة سين خامساً أبني متوازي أضلاع سين صاد قاف نون حيث نون قاف نون سين تساوي 120 درجة قاف نون يساوي 4 سنتيمتر سين قاف يساوي 6 سنتيمتر الإجابة أولاً أرسم نون قاف يساوي 4 سنتيمتر وأبني زاوية قيس فتحتها 120 درجة أعين النقطة سين باستعمال البركار بعد تثبيت فتحته على 6 سنتيمتر ووضع رأسه في النقطة قاف ثانياً باستعمال البركار أتم رسم النقطة صاد سادساً ألاحظ الرسم وأتم بناء المربع عين واو ثاء طاء بأكثر من طريقة الإجابة سابعاً أبني معيناً ألف با جيم دال حيث ألف جيم يساوي 4 سنتيمتر ألف با يساوي 6 سنتيمتر ماذا يمثل ألف جيم في هذا المعين؟ الإجابة ألف جيم يمثل القطر الصغير ثامناً أبني معيناً سين صاد عين واو قيص محيطه بالسنتيمتر 16 وقيص ارتفاعه بالسنتيمتر 3 الإجابة نعلم أن قيص محيط المعين يساوي الظلع في أربعة لذا فإن كل ظلع من أضلاعه يساوي المحيط على أربعة 16 على أربعة يساوي أربعة سنتيمتر